اشتركوا في القناة اليوم ومن هذا المكان نعلن اكمال بناء المدرسة الاهلية ثانية الفرقان ونعلن التسجيل للدورات الصيفية التي ستتم في بداية شهر السادس ان شاء الله بالنسبة لبناية المدرسة تتكون بناية المدرسة من 12 قاعة دراسية مع 3 ادارات اربع مجامع صحيات مع مختبر للكيميا والفيزياء ومختبر للاحياء تم تجهيز المدرسة بكل ما تحتاجه من السبورات وكذلك السبورات ذكية تم تجهيز المختبرات تم تجهيز الرحلات تم تجهيزها بكل ما تحتاج له المدرسة القاعات الدراسية هي قاعات مكيفة بالنسبة لكوادر التدريسية ستكون متواجدة في ثانوية الفرقان الاهلية هي من اكفئ الكوادر والمدرسين الموجودين في المدرسة هم من المدرسين الذين لديهم بعض طويل في التدريس الخصوصي ستوفر الثانوية أو ستكون الثانوية مكان أمثل والخلق بيئة تربوية مناسبة والألتقاء بالعملية التربوية أو بشكل جيد تقدرها المميز والكفوق لمادة التربية الإسلامية الأستاذ علي حسين حبيب ولمادة اللغة العربية الأستاذ الدكتور سعدون بدر شهد اللغة الإنجليزية الأستاذ حسين جواد الخيقاني والأستاذ المثنى محمد لمادة الرياضيات الأستاذ القدير والمتميز والمتألق وسام علي صاحب الجبوري لمادة الكيمياء الأستاذ علي حسين ملغير الأستاذ الصباح جاسم ملغير هؤلاء من المدرسين الكفوقين في مادة الكيمياء ولهم باع طويل في هذا المجال الأستاذ محمود كاظم العجياوي المدرس القدير والمتألق أيضا من مدرسينا ولمادة الأحياء الأستاذ عاصم بعليشي والأستاذ مهنم الظاهر لمادة كنفيزياء الأستاذ رضاه مدلول الطائي والأستاذ طاهر رحمن ستكون المدرسة داعمة وبشكل كبير لشرائح الكبير المجتمع للعوائل المتعففة وكذلك لعوائل الشهداء وشهداء الحجد الشعبي ستكون لهم خدمة مميزة إن شاء الله عنوان الثانوية هو بابل محافظة بابل ناحية الشرملي منطقة خيقان الشرقي وبناية المدرسة هي من قابل مستوصة الإمام علي عليه السلام أخوان العزاء بدأنا بتشييد مدارس الفرقان أهلية منذ بداية شهر التاسع وتم إكمال هذه المدرسة على أتم التفاصيل في نهاية شهر الرابع من عام 2024 وكذلك نتوجه بالشكر والتقدير إلى السيد مدير ناحية الشوملي أستاذ عادل الخيقاني بكل الجهود المبذولة من أجل إنشاء هذه المدرسة وشكرا طبعا تبلورت فكرة مشروع إنشاء مدارس الفرقان الأهلية لفقر كل اختناق الحاصل في معظم ثانويات الواقع على خط خيقان يعني أغلب ثانيات دوام ثلاثي ويعني خصوصا في بعض المدارس دوام رباعي ففكرة إنشاءها المدرسة هو الفك الاختناق الحاصل ولتوفير الوقت على طلبتنا اللي راح يدوموا إن شاء الله سنة